السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقة هذا اليوم التي نواصل من خلالها الحديث عن اهم حدث وقع في تاريخ البشرية انه مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المولد الذي تحتفل به الامة الاسلامية قاطبة في شهر ربيع الاول في هذه الايام المباركة حديثنا اليوم نواصل صفحات مشرقة من سيرة هذا النبي العطرة اليوم حديثنا عن الحمل والوضع كيف كان الحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان وضعه وكيف كان وجع امه وكيف كان نفاسها وما الذي حدث عندما خرج النبي الكريم من بطن امه هذه الامور معرفتها تزيد في ايمان العباد بالله عز وجل واتق بكرامة هذا النبي الذي اصطفاه المولى واختاره ليكون خاتم الانبياء وسيد المرسلين انه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب في مثل هذه الايام من شهر ربيع الاول في التاني عشر في يوم الاثنين سوف تكون ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وسوف يكون من ولادته ولادة امة نحن نحتفي بالنبي الكريم ليس فقط لانه فرد من الافراد او رسول من الرسل ولكن ولادة محمد ابن عبد الله تعني ولادة امة لقد ولدت الامة الاسلامية ومن خلال ولادته شكلت نقطة تحول في تاريخ البشرية باكملها لهذا ربنا عز وجل اخبرنا في كتابه العزيز بان استحضار هذه الذكرة العطرة هي مدعاة للفرح والسرور والبهجة والحبور الامة الاسلامية هي على موعد كل عام بان تشدد الفرحة والسرور والبهجة والحبور في قلوب ابنائها احتفاء بمولد خير البرية ربنا عز وجل يقول وذكرهم بايام الله ويقول ايضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تعالوا ايها الاحباب الكرام نرجع الى الوراء الى التاريخ القديم ليلة زفاف عبد الله بن عبد المطلب والد النبي الكريم بالسيدة آمنة بنت وهب الزهرية تحدتنا كيف كان الزفاف الميمون بين عبد الله وبين آمنة بنت وهب لما نجى عبد الله من الذبح وتم فداؤه بمئة ناقة لقد فرحوا بعبد الله ونجاته فزوجوه هذه الطاهرة آمنة بنت وهب من أشرف وأنبل البيوت يروي عبد الله بن عبد المطلب أنه الليلة التي تزوج بها بآمنة ودخل بها رأى رؤية عجيبة والرؤى المنامية أيها الاحباب الكرام هي خاصة بالأنبياء وبالمرسلين في المراحل الأولى وأيضا هي تشمل الصلحاء وأهل اليقين ربنا يكرمهم برؤى منامية عجيبة تبشرهم بالخير وتحذرهم من الأخذ الحذر إذا كان هناك خطر قادم فعبد الله روى ورأى روايات عجيبة أنه ليلة الزفاف والناس فارحين بزواج هذا الشاب الذي كان عمره حوالي 24 سنة بهذه الصبية وهي في تقريبا في حوالي 16 سنة ماذا رأى قال رأى نهرا عظيما فيه ماء زلال يبرق هذه رؤية عجيبة رأىها عبد الله وهو ليلة زفافه لما كان الناس يفرحون ويغنون نام نومة خفيفة لكي يستريح من عناء العرس وعناء استقبال الزوار لما نام رأى نهرا عظيما بين عينيه فيه ماء زلال يبرق فسمع منادي يقول له يا عبد الله أشرب من هذا النهر أشرب من هذا النهر فشرب منه فإذا هو أبرد من التلج وأحلى من العسل وأزكى من المسك فقال عبد الله شعرت بأن نورا عظيما يستقر بصدري وبكامل جسمي كأن شيئا دخل إلى جسمي صار يتلألأ ماذا كان هذا النور يقول العلماء إنه نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنهض عبد الله مسرعا مرتعشا رأته الزوجة وهي لا زالت في أول ليلة من ليالي العرس رأته طائشا مذعورا قالت ماذا أصابك يا عبد الله صرف الله عنك الطوارق قال لها يا آمنة قومي تعجلي تطهري وتطيبي وتعطري فعسى الله أن يستودعك هذا النور عسى الله أن يستودعك هذا النور لقد علم بأن ما دخل إلى جسمه كان شيئا قويا وطبعا الرجل يحمل في صلبه ماء هذا الماء هو الذي ينتقل إلى رحم المرأة ومن ثم يتكون الجنين ويتخلق ويمر بأطوار ويصير بشرا كامل الخلقة فهذا الذي وقع لسيدنا عبد الله ابن عبد المطلب طلب من زوجته أن تستعد لاستقبال هذا النور عسى الله أن يستودعك هذا النور تقول آمنة فقمت وتطهرت وتطيبت وتعطرت وفعلت ما أمرني به زوجي ثم جئت إليه قالت فكانت علاقة زوجية غشيها تلك الليلة المباركة غشيها الزوج مع زوجته فشعرت بأن هناك نور ينسل من عبد الله ويستقر في رحمها قالت حملت برسول الله فانتقل النور من وجه عبد الله في ساعة إلى آمنة تقول آمنة ليلة الزفاف لما كان العرس الجميل ليلة الدخلة بين عبد الله وآمنة والداد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لما دن مني ولامسني أضاء منه نور ساطع وضياء لامع وكانت آمنة بعد ذلك يرى النور في وجهها كأنها المرآة المضيئة كانت النسوة وبنات الحي والقبيلة يقول سبحان الله ماذا أصابك يا آمنة منذ أن تزوجتي في الليلة الأولى ليلة الدخلة رأينا في وجهك نور وجهك إحمرار وبياض جميل صرتك المرآة المضيئة كانت تستحيي وتطرق عيناها إلى الأرض وتقول هناك شيء في جسمي يتحرك نور في كل أوصالي العلماء يقولون إنه نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت آمنة مع زوجها كل ليلة في علاقة زوجية طيبة بعد مرور حوالي أسابيع معدودات الزوج سوف يموت عبد الله أبو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي لازال جنين في بطن أمه لما بعث الله تعالى الملائكة لقبض روحي الأب وهو لازال في الرابع والعشرين من عمره والأم لازالت صغيرة ستاشر سنة فالملائكة تعجبت وقالت يا رب كيف نقبض روح هذا الشاب إنه أبو صفيك ونبيك محمد محمد سوف يصير يتيما وسوف يصير فقيرا فناداهم الله تعالى أنا كافله أنا مربي أنا أولى به من أمه وأبيه أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه وفعلا حزنت آمنا حزنا عميقا على فقد زوجها ولم يبقى منه إلا ذكريات جميلة وهذا النور الذي استودعه الله تعالى في بطنها بقيت آمنة تنتظر اكتمال هذا الحمل تمر الأيام والليالي ببطء شديد وهي ترى بأن هذا الحمل الذي استقر في بطنها يشعرها بالسعادة يشعرها بالفرحة يشعرها بالسرور والخفة وكانت كل مرة تقع لها كرمات من الكرمات التي رواها أهل السيرة حول آمنة بنت وهب الزهرية رأت رؤى منامية جميلة مما ذكره بعض العلماء كالخطيب البغدادي وغيرهم من المؤرخين تقول آمنة رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء النوروها على الكل فسقطت النجمة الفاخرة في حجري فانتبهت من نومي مرعوبة وحددت بذلك قومي فأخذها القوم إلى أحد المفسرين يسمى خليفة بن عتاب قالت أتيته وقصصت عليه الرؤية تصور بأن الناس دوما مغرمين بتفسير الرؤى والمنامات هذه أم النبي الكريم ترى الرؤية شجرة وعليها نجوم زاهرة تخيل شجرة كبيرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نوروها على الكل نجوم كثيرة ولكن في الوسط هناك نجمة فاخرة كبيرة توضيء على الجميع وكأن هذه الشجرة كان المفروض أن يكون فيها ثمرة لكن فيها نجمات هذه النجمة الكبيرة تساقطت وهوت في حجري آمنة فبدأ فسر لها المفسر في ذلك الزمن لما قصصت عليه القصة قال الشجرة هي إبراهيم الخليل أبو الأنبياء والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده كان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء فمن إسحاق خرج أنبياء بني إسرائيل ومن إسماعيل ومن إسماعيل خرج نبي العرب ونبي الإسلام ونبي الأمة ونبي الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لها الشجرة هي إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن وأما سقطها في حجرك فسوف تلدينه أنت يا آمنة وسوف يعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه لما سمعت آمنة هذه الرؤية المنمية وتفسيرها شعرت بالفخر وبالاعتزاز وذهب عنها الخوف والهلع كانت تقول إني قبل مولد محمد بن عبد الله وهو لزال جنين في رحمي كنت أسمع تسبيح الملائكة من حولي وسمعت قائلا يقول هذا النور السيد الرسول هذا النور السيد الرسول وتقول كنت أرى الطيور عاكفة عليه إجلالا للذي في بطنها وتقول بأنها كانت تمنح كرمات مثلا إذا جاءت تستقي من بئر والماء غائر بعيد إذا رمت الدلو ترى بأن الماء يصعد إليها إلى رأس البئر قالوا إجلالا وإعظاما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت هذه الكرمات تعيش مع آمنة وقد فقدت زوجها فقدت أنيسة وحدتها وهي الآن صارت أرملة ولا زالت في سن السلس عشر من عمرها تحمل البطن وتقوم بالطهي وتقوم بالكنس وتقوم بحلب الشات وهي سعيدة والنور يتلألأ من وجهها لما دخل شهر ربيع الأول تقول آمنة في تلك الليلة ليلة الاثنين لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكان كثير الصيام في يوم الاثنين فلما سئل لما يا رسول الله قال داك يوم ولدت فيه ويوم بعدت فيه ويوم أنزل علي فيه فكان يعتز بيوم الاثنين يوم مبارك وتلك الليلة كانت في شهر ربيع الأول تخيلوا شهر ربيع الأول يعني شهر الربيع شهر الرحمة شهر الأنوار والثاني عشر يعني الليالي الضيض التي ليس فيهن ظلام تقول آمنة أن ذلك اليوم وتلك الليلة عبد المطلب خرج على عهدته يطف حول البيت كان العرب قبل الإسلام يعظمون الكعبة المشرفة ويطفون حولها لأن مراسيم الحج كانت منذ عهد إبراهيم الخليل وبقيت إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دخلها أوتان وأصنام عبد المطلب على عادته خرج من البيت وأخذ معه أولاده وبنته ولم يبقى أحد مع آمنة لا ذكر ولا أنت تقول آمنة لقد تركوني وحدي لأنني حابل وهم ذهبوا نحو الكعبة المشرفة يطفون حول البيت كما قال الله تعالى وما كانت صلاة بالبيت إلا مكاء وتصديه العرب كانوا يعظمون شأن الكعبة المشرفة منذ زمان لأن ذلك من شعائر الله الموروط عن الحنيفية السمحاء التي جاء بها إبراهيم الخليل تقول لما خرجوا جميعا للقيام بهذه الشعائر عبد المطلب رب البيت ورب الأسرى الكبرى أغلق عليها الباب آمنة أغلق عليها الأبواب كلها خوفا عليها من طارق يطرقها تنام وحيدة في بيت كبير فيه مجموعة من الغرف أغلق الأبواب قالت آمنة بقيت في المنزل وحيدة وتلك الليلة هو موعد الولادة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم تحكي آمنة بأنها سمعت حركة بين السماء والأرض حركة غريبة ثم تقول وكأني أرى ملكا عظيما بيده ثلاث أعلام ثلاث أعلام الأول نشره على مشرق الأرض والتاني نشره على مغرب الأرض والتالت نشره على البيت الحرام المفسرون يقولون بأن هذه الرؤية التي رأتها الأم أم النبي صلى الله عليه وسلم تسمى البشارات بأن هذا المولود لن يكون مولودا عاديا فالبشر كثير ملاهير البشر أما هذا هو ليس كالبشر هو مثل الذر بين الحجر فاستبشرت خيرا أن هذا المولود سيكون له شأن عظيم سوف يصير معروفا ومشهورا ومباركا في مشارق الأرض وفي مغاربها وسوف يشع النور من بيت الله الحرام وسبحان الله وكذلك كان بعد مرور أكثر من خمسة عشر قرنا من الزمن ولا زال الإسلام والإيمان وذكر النبي العدنان لا زال غدا طريا كأنه وقع للتو تقول آمنة رضي الله عنها وهي تتحسس الولادة قالت بدأت أتحسس الذي في بطني إنه يريد النزول أي نعم الولد لما يستكمل تمانية أشهر ويدخل في الشهر التاسع الجنين يبدأ يندفع بقدرة الله الله تعالى وضع في الرحم قدرة على الدفع لكي يخرج من البطن لكي ينتقل من عالم إلى عالم عالم الشهود قالت أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل هي وحيدة وسوف تالد من سيكون معها المفروض أن يكون هناك نسوة حولها يأخذون بأيديها تقول سرت أبكي فإذا يخيل إليها بأن هناك أربع نساء طوال كأنهن الأقمار متأذرات بأذر بيض يفوح الطيب من أعطفهن تقول ويخيل هذا الأمر من أنت التي من الله علينا بكون في وحدتي وفرج بكون كربتي من أنت فنظرت إليها النسوة الأولى قالت أنا مريم بنت عمران والتي علي ساريها قالت أنا سارة زوجة إبراهيم أما التي تناديها من الخلف قالت أنا هاجر أم إسماعيل وأما التي هي أمامك قالت يا آسية بنت مزاحم الله عز وجل بجلاله اختار لأم النبي الكريم أجل نساء البشرية هؤلاء هم أفضل وأكرم نساء البشر مريم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام وصار زوجة سيدنا إبراهيم التي أنجب الله منها إسحاق وبقية أنبياء بني إسرائيل ثم هاجر أم إسماعيل التي هي الجدة الكبرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم آسية بنت مزاحم هي زوجة فرعون التي آمنت بالله وحده لا شريك له فشعرت آمن بالأنص قالت ما أجمل هؤلاء النسوة الطوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن ثم بدأت تشعر بأن روعها بدأ يذهب في تلك الساعة تقول آمنة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا والله عز وجل في تلك اللحظة ما الذي وقع الله تعالى سوف يوحي إلى ردوان من هو ردوان؟ ردوان هو خازن الجنة هناك شخص اسمه مالك هو خازن النار وردوان هو المكلف بأبواب الجنة أوحى الله تعالى إليه قال يا ردوان زين الجنان وصف وصف على غرفها الحور والولدان في تلك اللحظة اهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين ومرز الجان وقال يا ردوان افتح أبواب الجنان فرح في السماء الله تعالى يفرح ببزوغ نبيه المصطفى في السماء تقول آمنة ساعتها شعرت بالطمأنينة وأنا وحيدة ليس معي أهلي ولا أقاربي لم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق العادة أن النسوة عند الوضع تشعر بالوجع وبالصياح وبالتدافع يسمى الطلق لم تشعر شيئا من ذلك إلا تقول كنت أعرق عرقا شديدا يخرج مني كالمسك الأذفر لم أعد قبل ذلك من نفسي قالت فشكوت العطش امرأة تلد وهي وحيدة ليس معها أحد تشكو العطش تريد شربة ماء تقول فشعرت وكأن ملكا من السماء ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرض من التلج فتناولتها فشاربتها فأضاء علي منها نور عظيم فإذا بها تسمع صوتا من السماء صوتا مزلزل يقول انزل يا نبي الله انزل يا نبي الله فبدأ محمد يخرج من بطن أمه تقول لقد أعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت فلدة كبدي محمد ثم تقول لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب وإذا بصوت ينادي في أعلى السماء مناد ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها اعرضوه على موالد الأنبياء واعطوه صفوة آدم ومعرفة الشيط ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضى إسحاق وفصحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيا وقبول زكارية واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين فطوبى طوبى لحجر ضمه وطوبى لتدهي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها هكذا تقول آمن بنت وهب رأيت عندما ولدته ووضعته أن نورا خرج مني أضاء ما بين المشرق والمغرب وأضاءت له قصور بسر بأرض الشام والعلماء قالوا هذه الرؤية كأن دولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودولة أمته ستمتد إلى الشام لأن البلاد كانت في مكة في بلدة صحراوية قاحلة لكن رأت مشارق الأرض ومغاربها رأت البلاد العربية ودى كل إشارة إلى الفتوحات أن الإسلام سوف يمتد ويكفي شرفا أن أرض المغرب مما ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بقبول هذا النور والإسلام الآن لقد ذهب إلى الكوكب الأرض برمته في جميع القارات ثم تقول إحدى الخادمات وهي أم عثمان تقول حضرت ولادة الرسول صلى الله وسلم ذلك فرأيت البيت حين وضع حينما وضع قد امتلأ نورا لما جاء النسوة وفتحوا الباب وجدوا بأن الآمنة قد وضعت النور قد امتلأ في كل مكان ورأت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي وسمعت آمنة من يقول لها إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد أعيده بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا سميه محمدا سميه محمدا قالت وما محمد قيل لها كي يكون محمودا في السماء والأرض وهكذا تقول آمنة لما وضعته لم أجد ما تجده الحوامل من تقل ولا وحم ولما نزل إلى الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل مستقبلا القبلة وكأنه يصلي وكان رافعا رأسه إلى السماء وكأن يدعو رب السماء وكانت أصابع يديه مقبوضة ومشير بالسبابة كالمسبح كأنه يقول لا إله إلا الله ويروى أنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أن الله تعالى قد ختنه قيل بأن جبريل تكلف بختانه وولد مسرورا أي مقطوع السرة حتى لما أقبلت إليه القوابل لكي يقطعن السرة وجدوا بأنه مقطوع السرة فقلنا يا أمنة ما كفك أنك وضعت به ولم تعلمين به أحد حتى قطعت سرته بيدك فقالت آمنة والله ما رأيته إلا كما رأيتنا فتعجبنا من ذلك قالت ما وضعت يدي عليه لقد خرج هكذا مختونا وخرج مقطوع السرة وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قال من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي ولم يرى أحد سوأتي وتقول آمنة كلما دخلت عليه إلا ورأيت النور يتلألأ حوله وكلما دخلت عليها امرأة لتهنئها من العادة أن المرأة دولت تأتي الجيران والأحباب والمقربين للتهنئة على المولود الجديد فكلما دخلت امرأة لتهنئها بولد سيدنا محمد إلا وعبقت منه روائح المسك والطيب حتى إن بعض الرجال كان يقول زوجته لما تعود من أين لك هذه الرائحة الطيبة تقول إنها من طيب ذلك الصبي محمد ابن آمنة فلما وضعته السيدة آمنة أرسلته إلى جده عبد المطلب وبشرته بأن الحفيد الذي كان منتظرا قد قد وصل فجاء مستبشرا وأخذه جده عبد المطلب أول شيء قام به ماذا فعل دخل به إلى الكعبة لأن عبد المطلب كان هو الذي عنده مفتاح الكعبة المشرفة وشكر الله عز وجل شكرا عظيما وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك اليوم خيرا كبير حتى قيل ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتناء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء إنها ولادة عظيمة وجاءت البشائر تحكي كتب السير وكتب أخبار العرب أن ذلك اليوم كان النور يتلألأ في الديار لم يبقى في تلك الليلة دار إلا وأشرقت ولا مكان إلا ودخله النور ولا مكان حتى الإخدرار قيل بأن تلك السنة ربيع الأول إخدرت أرض العرب كانت أرض العرب فيها الجدب وفيها ضيق عظيم فنزلت أمطار الخير واخدرت الأرض وحملة الأشجار والألبان في ذرع الأغنام خيرات كثيرة وقيل بأن أشياء أخرى وقعت أن الأصنام في الكعبة المشرفة تساقطت وتزلزلت حتى الصنم الكبير هبل وقع على وجهه فقام الناس يقيمونه من جديد والسماء عرفت الشهب في كل مكان إزدلت بالشهب وذلك لقطع رصد الشياطين ومنعوا من استراق السمع ولاحظوا بأن أشياء كثيرة وقعت ذكرناها من قبل مما يسمى بيئة البشارات فهذا أيها الأحباب الكرام غيض من فيض من قصة المولد مولد خير البرية الذي يدل على علو مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم يا رب العالمين ارزقنا حب سيدنا محمد وارزقنا يا رب العالمين شفاعة سيدنا محمد اللهم يا رب العالمين واجمعنا به في الجنة في أعلى عليين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الصلاة والسلام عليك يا زين الخلائق يا محمد الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين يا محمد الصلاة والسلام عليك يا زين المرسلين يا محمد الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين يا محمد الصلاة والسلام عليك يا حبيب المحبوب يا محمد الصلاة والسلام عليك يا بغية المطلوب يا محمد الصلاة والسلام عليك يا إمام الأبرار يا محمد الصلاة والسلام عليك يا حبيب الملك الجبار يا محمد أيها الأحباب من أراد أن يزول الهم والغم والحزن من قلبه فليصلي على النبي المختار وسير الأنوار في كل مكان والأقمار تتلألأ في كل جانب فصلوا جميعا على رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله